موسيقى مشاهدينا ومشاهدي كرمة في كل العالم أهلا بكم ولكاء جديد مع موار الأحداث حالة نهاردة الجمعة 3 ديسمبر 2021 زي ما احنا متعودين بالنسبة لأهم أخبار ملف الإبتن بيحصل شوية كده حالات اختفاءات بتيجي مع بعض وبعدين بص لقي البعض بيعود البعض لقى بالنسبة لاختفاء الفتيات أو السادات الكبتيات فعندنا حالة جديدة النهاردة اختفاء ميرنا برسوم عزيز حنة ميرنا من قرية نزلة العمودين ساملوت المينيا وهي متغيبة من أمس الساعة واحدة الدوبر وكانوا نشروا استغاسة على مواقع تواصل الاجتماعي وصفحات كتير نشرت استغاسة أسرتها بالنسبة لأنه اللي يتعرف عليها يعني يتواصل مع رقم تليفون وإحنا برضو بنحاول دلوقتي يكون معنا حد من أسرتها عشان يعرفنا تفاصيل الاختفاء الاختفاء وبرضو كريستينا اللي كنا أعلننا عنها قبل كده كريستينا صبحي فايق عمرها ستاشر سنة برضو ميرنا واضح أنها صغيرة يعني هما مش مكتوب مع الخبر هي كم سنة بس شكلها طبعا قاصر كريستينا قاصر وهي الفكرة برضو حكاية اختفاء الفتيات القصر يعني الحقيقة برضو يمكن دي من الحاجات اللي يعني انتشرت الفترة اللي فاتت بشكل كبير يعني انه فتيات قصر وبرضو بيبقى فيه اختفاءات وبعدين بيبقى فيه عودة وبرضو كتير بيعودوا يسألوا لكن زي ما احنا قلنا انه الأسرة بعد ما الفتاة بتعود ما بيقولوش أي حاجة لكن بنشكر ربنا انها عيدت ما عرفش معنا صورة كريستينا يا ترى كريستينا عمرها 16 سنة من قرية المحمودية من ديروت أسيوت كانت مختفية من يوم 25 نوفمبر من مدرسة التجارة التجارة بنات بديروت وبرضو يعني بنحاول انه يكون معنا احد اقربها ايضا عشان يعرفنا الملابسات بالنسبة للاختفاء البابا توادرس الزم كافة الكنائس بتخصيص 30% من ميزانية كل كنيسة لاخوة الرب عقد قدست البابا توادرس الثاني بابا الاسكندراء بطريرك الكرازة المركوسية امس الخميس الاجتماع الثانوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية في ابرشيات الواجه الابلي بين اسوان وحتى المينيا كانوا حوالي 30 ابرشي المهم انه كان فيه اتكلم عن بعض الامور كده وحطوها في نقاط فبالنسبة مثلا للبيانات قالوا ان لازم يتم تحديث بيانات الاسر بشكل دائم من خلال متابعة التطورات اللي بتطرق على حالة الاسر دي اللي هي اسر منضمة لخدمة اخوة الرب الخدمات اللي بيتم يعني النصح او يعني اوصل بابا بالاهتمام بتطوير خدمتهم بشكل دائم يعني ان يكون فيه خدمة بالنسبة للأسر دي بشكل دائم بما يعود بالنفع على حياتهم برضو بالنسبة انه الازمات لازم يكون فيه وقوف مع الاسر دي وقت الازمات سواء اجتماعية نفسية او صحية شدد قدس البابا على ضرورة التزام كافة الكنائس بمبدأ تخصيص في 30% من ميزانية كل كنيسة لاخوة الرب والمشروعات التنمية قرم قدس البابا اثناء الاجتماع خمسة اوائل ممن شاركوا في مشروع علم ابنك من ابرشية ملوي وكذلك مشرف المشروع بالابرشية ذاتها وزي ما قلت من شوية انه الاجتماع ده كان اجتماع سنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية بالنسبة لبرشيات الوجه القبلي وكمان كان فيه مبادرة اثناء الاجتماع كمان اطلق البابا مبادرة مهمة جدا المبادرة دي عشان زراعة الاشجار بالكنائس لمجابهة التغير المناخي والاجتماعات والقرارات اللي تم ترحاها دي كلها كان من خلال الاجتماع ده كان في مسرح الامبرويس في الكاتدرائية المركوسية بالعباسية واطلق البابا او أوصل البابا بالنسبة لانه يكون فيه زراعة الاشجار كان حاضر الحقيقة قدست البابا وكان بحضور احمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر وهو المنصق الوطني للتحالف الافريقي للمناخ وكان فيه 300 كاهن من المختصين بالرعاية الاجتماعية بالنسبة لإبرشيات السعيد فالحقيقة كانت كل التوصيات توصيات ممتازة سواء بالنسبة الاهتمام بخدمة اخوات الرب تخصيص 30% كمان موضوع التشجيع على زراعة الاشجار عشان مجابهة التغير المناخي اللي بيحصل في العالم كله دي كلها طبعا اشياء جميلة جدا بنشكر قدست البابا اللي اهتمام بيها من طنطا باو نيافة الأنبابولا أسقف طنطا كان فتح باب التقدم او التقديم لأصحاب متلازمة داون بمشروع الفولك الخيري والمشروع ده للمسلمين والمسيحيين الحاجة جميلة جدا حيث اعلنت مطرانية طنطا وتوابعها للاقباط القرسزوكس ومجلس امناء مؤسسة الفولك الخيرية برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبابولا متران طنطا وتوابعها عن فتح باب التقدم او التقديم للابناء اصحاب متلازمة داون داون سندروم مشروع الفولك مشروع فريد يفخر به كل مصري هو اول مشروع خدمي بتهديد كنيسة الابطية لكل ابناء مصر مشروع بيقام على مستوى عالمي على ارض مصر بيقدم خدمة متميزة مجانية لكل ابناء مصر بلا تمييز بنتمنى لهم كل التوفيق وطبعا بالتأكيد هناك برضو بعض الدعوات لدعم هذا المشروع من ناحية التقدم بالتبرعات لدعم هذا المشروع فيه كمان مناقشة لموضوع فيه مناقشات اللي زي ما شفنا واتكلمنا الحلقة اللي فاتت امام مجلس النواب عن امور كتيرة ومحاولة يعني زي ما بنقول كده تعديل امور كتيرة في المجتمع يعني وتكلمنا عن اقتراح الاعلامي طبعا يوسف الحسيني بالنسبة برضو لعدم اجبار تحفيز القرآن وامور تانية كانت الحقيقة لكن المراتي بقى النائبة اميرة صابر اخترقت موضوع مادة الزراع الأديان الحقيقة فقالت النائبة اميرة صابر عضو مجلس النواب عن حزب المصر الديمقراطي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أن المادة 98 من قانون العقوبات تستخدم لتقييد الفكر والبحث وأن المادة دي بيعاقب فيها القانون بالحبس مدة لا تقل عن 16 ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقولة أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة لقصد إصارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو التواقف المنتمية إليها أو الإدرار بالوحدة الوطنية النائبة أميرة الحقيقة كانت بتولها ونائبة أميرة عضو مجلس النواب بتول أنها كانت من أولى نواب الموقعين على الطلب اللي تقدم به النائب أحمد مقلت من أجل تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعي لهذه المادة نتمنى أن يكون فيه استجابة وكله كتير جدا بيطالبوا الحقيقة بالغاء المادة دي هي هنا يمكن بتختارق الأمر من ناحية أن المادة دي بتستخدم لتقييد الفكر والبحث والحاجة الثانية كمان أن هي رايحة ناحية أنه مش مفروض يسموها استجراء أديان لكنهم بيسموها استجراء أسلام يعني لأن كتير جدا اللي بنشوفه آخر طبعا اللي كانوا أخذوا أحكام فيها بسبب هذه المادة هو أحمد عبدو ماهر فبنتمنى أنه يكون الأمر يعني يدرس ويكون فيه يعني حقيقي اللجنة دي تدي توصيات بأنه تلغى هذه المادة وموضوع استجراء الأديان سهرات كياهكي هتعود مرة أخرى للكاتدرائية المركوسية بعد غياب عام بسبب كورونا والكاتدرائية في الأسكندرية فتحت لجنة الألحان واللغة الإبطائية بالأسكندرية الحجز للشباب الراغبين في حضور سهرة كياهكي 2021 في الكاتدرائية المركوسية بمنطقة محطة الرمل وسط الأسكندرية وهيترقصها نيافة الحبر الجليل الأنبر وفقيل أسكو في عام كنائس وسط القاهرة وذلك بعد غياب عام عن استقناف الصلوات الخاصة سهرة كياهكي دي بتبقى تصبيح وترانيم وحاجات جميلة بالنسبة برضو للعدرة ومناسبة قبل دايما بتصبيق عيد الميلاد وبتكون في صوم الميلاد بنتمنى يعني برضو إنه هيكون فيه إجراءات معينة والناس كلها تلتزم بالنسبة لموضوع الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا وخصوصا مع الانتشار للسلالة الجديدة اللي هي الأوميكرو طيب من المدخلات اللي معنا دلوقتي زي ما تكلمنا عن موضوع الاختفاءات معنا الأستاذ ماجد أحد أقارب كريستين صبحي من دايروت اللي مختفية لها حوالي يعني مختفية من 25 نوفمبر أستاذ ماجد برحب بحضرتك معينا نساء النور كريستين عندها 16 سنة 17 سنة طيب في أي جديد نحن دلوقتي بنتكلم من 25 نوفمبر رغاية دلوقتي إيه اللي ألوهولكو الشرطة هل في تتبع تليفون هل في أي خيوط تقدر توصل لفين كريستين هو حاليا دلوقتي ما فيش أي خيوط طبعا بس بالنسبة للأمن باستمرار معانا على الهاتف التليفون يوميا بس طبعا طمأنين لكن هم ما وصلوش لحاجة ولا وصلوا لأي مكان في كريستين لحد دلوقت طيب السؤال اللي احنا دايما بنسأله هل علاقتها بالأسرة كويسة هل كان ليها صديقة أو حاجة هل شكين في حد وراء اختفاءها لا طبعا هي علاقتها بأسرتها طبعا يعني ما فيش أبا يكره ابنه أو بنت ولا أم كذلك الأمر فولا برضو لأني أصحابها في المدرسة من أحد الأقرباء أو الجيران يعني يعني انتوا مش شكين في حد وراء اختفاءها هي أخت يعني كام عدد إخوتها لا هي بنت كريستين وولد تاني بس هم اتنين الولد أصغر لا الولد أكبر من كريستين بسنة لكن يعني ما فيش أي حاجة خالص يعني اديتكو أي خط برضو لأي يعني ما فيش لا من طرفكو ولا من طرف الشرطة لا لا نهاية هي كريستين الصبح يوم خمسة وعشرين الساعة سبعة ونص متواجدة إلى المدرسة والحد الآن ما رجعتش يعني كانت نازلة المدرسة مدرسة التجارة بنات في ديروت مدرسة التجارة بنات التابعة على المركز ديروت وده كان آخر حاجة يعني رحت المدرسة من بدري سطح واختفت وما فيش أي كاميرات ولا أي حاجة دلت على أي شيء تماما نهاية يا فندم لحد دلوقت من يوم خمسة وعشرين بنصلي من أجل عودتها وربنا يكون معاكم وربنا يكون مع والدها والدتها والأسرة كلها ويعني هنتابع معاكم من فضلك أي جديد بلغنا على طول بلغ زملتنا في الإعداد وإن شاء الله يا رب نزف خبر عودتها بألف سلامة قريب يعني ربنا يكون فعونكم بالنسبة لميرنا احنا برضو حاولنا التواصل مع أحد أقربها لكن للأسف التليفون مخلق فبنصلي من أجل كل فتاة مختفية وزي ما دايما الجملة اللي أنا بقولها اللي بيعلن عنهم مش كل المختفيين احنا نصلي من أجل أي بنت أو أي سيدة مختفية عن بيتها ربنا يرجعها بالسلامة نصلي من أجل عودة ميرنا برسوم مختفية من بارح من قرية نزلة العمودين ساملوت المينيا وبنصلي من أجل عودة أيضا كريستين إن شاء الله يا رب نزف خبر عودتهم في القريب العاجل يا رب بإذن الله ويكونوا بخير بالنسبة لأهم أخبار مسيحية العالم البابا فرانسس قام بجولة والجولة بيزول فيها أبروس واليونان الجولة بتركز على الحوار المسيحي وأزمة المهاجرين تعرفين طبعا البابا فرانسس مهتم جدا بموضوع المهاجرين واللي بيعانوا منه وكتير جدا بيحاول إن هو زيارات متكررة برضو للمراكز الإيواء اللي هي للاجئين اللي في اليونان أو في أي مكان وبيحاول إن هو يوجه برضو أي دول بتتعامل بشكل عنيف شوية أو بشكل صعب مع قصة اللاجئين دول اللي بيحاول برضو يقول لهم إن ينظروا للجانب الإنساني في هذه الأمور بدأ البابا فرانسس أمس الخميس جولة إلى قبرس واليونان تركز بشكل خاص على قضيتي الحوار بين المزاهب المسيحية وأزمة المهاجرين زيارة الحبر الأعظم إلى الجزيرة المتوسطية زيادة الأغلبية الأرثيزوكسية تأتي بعد 11 عام على زيارة البابا بينديكوتس السادس عشر ومن المزمع حسب نيكوسية اللي وصفت الزيارة بالتاريخية أن يكرر البابا اللفتة الرمزية اللي قام بها في جزيرة ليسبوس اليونانية عام 2016 لما استحب معه إلى الفاتيكان ثلاثة عائلات مهاجرة دي كانت ملحجات يعني وهو الزيارة لي لأبروس تعتبر أول زيارة يعني ليها 11 سنة ما كانش حد زار أبروس وفي نفس الوقت برضو بيفكرون بأنه هو كان في جزيرة ليسبوس اليونانية أخذ معاه وهو ماشي في الزيارة عام 2016 ثلاثة عائلات مهاجرة مسؤول في الشرطة الكبروسية قال برضو أن كان في حاجة غريبة كان فيه شخص معاه سكين وكان بيحاول يدخل في الملعب المكشوف اللي كان فيه البابا فرانسيس واعتبروا ده طبعا أنه بمثابة محاولة تعدي أو اغتيال للبابا وأعلن مسؤول في الشرطة الكبروسية النهاردة أنه تم إلقاء القبض على هذا المشتبه به وقالوا أنه خلال عملية تفتيش عندما ادخل الملعب ألقي القبض على رجل أجنبي يبلغ من العمر 43 عام كان بحوزته سكين لم تشر التقارير الكبروسية إلى تفاصيل أخرى بشأن الواقع ممكن نبتدي نعرف الفترة اللي جاية لكن الحمد لله أنه كان فيه تفتيش بهذا الشكل اللي قدر أنه هو يتم القبض على هذا الرجل وهكيد هيبقى فيه أخبار عن إيه دوافعه بنتمنى كل التوفيق للحبر الأعظم البابا فرانسيس في خلال زيارته إلى كبرس واليونان وأنه يكون فيه طبعا مراعا من كل هذه الدول لموضوع أزمة اللاجئين والمهاجرين إحنا عايزين نفكركم إن إحنا في استعدادات عيد الميلاد الحقيقة والفترة اللي فاتت يمكن حضراتكم مع في ظل جائحة الكورونا التي لم تنتهي ومش عايزة تنتهي كان فيه حاجات كتير ما كانش بتتعامل زي كل سنة منها الاحتفالات والتجمعات وأسواق عيد الميلاد والكلام ده كله ما كانش بيبقى فيه اهتمامات قوي بإداءات الشجرة في المواعيد بتاعتها علشان خاطر ما كانش هيبقى فيه ناس متجمعين لكن السنة دي بعد ما القيود تشالت بشكل كبير بدأنا نشوف إداءات شجرة الميلاد أو أشجر عيد الميلاد في أماكن كتير منهم مثلا وسط أجواء احتفالية في مدينة نيويورك كان تمت إداءة شجرة عيد الميلاد واللي بيحصل دايما إنه بيبقى فيه تجمع للناس ويبتدي التجمع ده بيكون في موعد معين وبنبص لاقي بيحصل إداءة للشجرة وكل الزينة اللي حوالين هذه الشجرة والتقرير هنا كان بيقول إن بتحرس أسرة معينة إن هي تهدي الشجرة دي كل سنة لنيويورك علشان تزين الميدان الشهير هناك في أعتقد تايمز سكوير وتم إداءة الشجرة في الأجواء الاحتفالية كمان لوس أنجلوس بتحيي استعراض عيد الميلاد إنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمشاركة شعبية كبيرة وفعاليات عكسة الثقافات المختلفة التي يتميز بها جنوب الولاية أشعر بالسعادة لمشاهدة الاستعراض مرة أخرى أنا أسكن هنا منذ عشرين عاماً وتغمرني الفرحة لمشاهدة الأطفال والكبار وهم سعداء لعودة الفعاليات بعد إلغائها العام الماضي النسخة التاسعة والثمانون من الاستعراض حصرت أعضاء الأخضر من المشرفين على منح الموافقات الصحية في الولاية لكن المنظمين طلبوا من المشاركين أغذر الحيطة والحرر ومحاولة التباعد الاجتماعي لا سيما مع انتشار متحور كورونا الجديد وميكرون أشعر بالسعادة لمشاهدة هذا الاستعراض الأمريكي الكبير قدمت من ألمانيا وأرقام الإصابات تتصاعد لدينا الاستعراض السنوي شهد مشاركة أكثر من خمسة آلاف شخص من ضمنهم شخصيات فنية وعلامية أمريكية مثل شيرل أندوود ومونتيل وليامس بإضافة لإستعراض سيارات استغدمت في تصوير مشاهد من أفلام هاريوود الشهيرة مثل Back to the Future و جيمس بوند يعتبر الاستعراض السنوي أحد أهم فعاليات عيد الميلاد في مدينة لاس أنجلوس ويساعد في سنة نيويورك و لاس أنجلوس وكمان طبعا مش هننسى البيت الأبيض وبالنسبة لواشنطن لكن المرة دي كان بيتم سؤال سؤال حول التكاليف بالنسبة لتكاليف بوهزة بالنسبة لإحتفالية شجرة عيد الميلاد والزينة وكل ده فالحقيقة كان منتقدون بيقولوا أنه التكلفة بالنسبة للشجرة مبالغ فيها ووصلت إلى مئات ألاف الدولارات لكن هيكون فيه برضو احتفالية بيقال أنه زي ما في كل دول العالم دلوقتي بدأت يعني الناس تكون متواجدة في الاحتفالات فاحتفالية هذا العام بالنسبة أيضا لإضاءة الشجرة والزينة يعني زي ما أنتم شايفين كده 41 ألف وإضاءة شجرة عيد الميلاد كانت بحضور افتراضي بسبب تفشي كورونا وعشرين عشرين السنة دي كان فيه حضور أو بيقال أنه هيبقى فيه هيشهد حضور مشاركة حضورية لمواطنين وبعض نجوم الغناء ويظل السؤال اللي بيطرحه هذا التقرير وبعض المنتقدين لماذا ترتفع تكلفة هذه الاحتفالات وتكلفة شجرة وزينة عيد الميلاد اللي بتوصل لمئات ألاف الدولارات فرنسا كمان كان فيه ديناصورات موضية أو مخلوقات بحرية بتزين شوارع العاصمة الفرنسية باريس قبل عيد الميلاد تعرفين طبعا برضو أوروبا اليومين دول يعني بتعمل كل حاجة ولكن وبتحاول تفتح وترجع الأسواق وترجع كل حاجة لكن لأنها دلوقتي بحسب منظمة الصحة العالمية تعتبر مصدر يعني تعتبر دلوقتي بقرة انتشار الكورونا وبرضو فيه قلق من الأوميكرون فالحقيقة برضو يعني فيه تحفز شوية واحتمال يكون فيه بعض الإجراءات اللي منها مثلا بريطانيا أخدت برضو إجراءات معينة أو إجراءات فيها شوية إغلاق جزئي كده والتأكيد على أنه محدش هيدخل أي أماكن غير لما يكون متعم دي بقى أحد أسواق قدام حضراتكم ده ده أسواق من الأسواق اللي في ألمانيا الأسواق عيد الميلاد الألمانية اللي بيبيعوا فيها حاجات كتيرة لكن الغريب أنه تم الققدو أنه فيه بخور ومسك وسواك اللي هي المنتجات أيضا الإسلامية وأنه هم متواجدين في هذه الأسواق أيضا وبتحاول هذه الأسواق نهاية كافح علشان تفضل مفتوحة في ظل عودة تفشي كورونا في البلاد شفنا فرنسا كده ألمانيا لندن لقطات من لندن أظهرت رئيس الوزراء البريطاني وسط مجموعة أطفال بيشعل أدواء شجرة عيد الميلاد على مبنى المقر الخاص برئيس الوزراء في شارع داونينج ستريت زي ما شفنا كده أنه احنا كل دا كنا مفتقدين والسنة اللي فاتت والسنة دي بيحاولوا أنه هم يعني يعملوا حاجات كتيرة أيضا العاصمة البريطانية لندن كشفت النقاب عن شجرة عيد الميلاد وأنها مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير تم جمعها من الشوارع وجمعيات حسن إدارة النفايات وبيقال برضو أن دي من أحد الأشجار اللي هتبقى برضو مميزة بالنسبة في لندن وبيشجعوا طبعا دا نوع من أنواع التشجيع على الاهتمام بكل المواد القابلة لإعادة التدوير ويعلموا الأطفال برضو أن هم يهتموا بإعادة تدوير المنتجات في القدس أيضا كانت إضاءة شجرة الميلاد وكانت احتفالية أيضا جميلة لإضاءة هذه الشجرة وزي ما أنتوا شايفين ناس متجمعها كله رافع تليفوناته للتصوير وبتكون لحظة يعني ممكن نسمع بالصوت اللحظة دي بس لحظة الإضاءة وكل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب تكون هذه الأيام أيام عيد الميلاد والصوم والاستعدادات لعيد الميلاد أيام جميلة علينا يا رب نروح بقى لكورونا وإيه التطورات الجديدة الأعداد وصلت لكام هل في معلومات جديدة عن متحور الجديد الأوميكرون هنتابع معاكم دلوقتي ونشوف الأعداد الإصابات وصلت لغاية كام وبرضو الإصابات الجديدة فين والوفيات الجديدة أغلبها برضو فين حاليا عدد الإصابات حول العالم وصل لـ 264 مليون 971 536 حالة حالات الوفيات 5 مليون 255 779 حالة وحالات التعافي 238 مليون طبعا الأعداد التوتل أو إجمالي أعداد الإصابات ما زالت أمريكا نمرة واحد بعدها الهند بعدها البرازيل وبريطانيا روسيا تركيا فرنسا إيران ألمانيا أرجنتين كل دول أسبانيا كل دول يعتبروا 11 دولة من حيث أعداد الإصابات الثاني بأكد أنه الفراغات الموجودة قدام حضراتكم دي معناها أنهما في الهند والبرازيل أفلوا وفي الأرجنتين لكن ده مش معناه أنه ما كانش فيه حالات بالعكس فيه حالات كتيرة دلوقتي بدأت تظهر في أماكن كتير وخصوصا إحنا شايفين هند والبرازيل تاني وتالت دولة من ناحية أعداد الإصابات الجديدة وفرنسا برضو بدأت كل دول أعلنوا عن أنه فيه إصابات للمتحور الجديد هنشوف مين أكتر دولة الولايات المتحدة الأمريكية رجعت تاني تزيد فيها الحالات ألمانيا سبعين ألف حالة وده برضو من الحاجات المسيرة طبعا يعني جدا أنه ألمانيا فيها ارتفاع للحالات بشكل كبير جدا بريطانيا خمسين ألف حالة روسيا اتنين وتلاتين ألف حالة بولندا ستة وعشرين ألف حالة وبعد كده بنروح بقى بلجيكا تلاتة وعشرين وبعدين بعد كده بتقل الحالات تدرجين لكن سوس أفريقا برضو دلوقتي في نمرة 11 ستة ألف حالة الحالات بتزيد زي ما انتوا شايفين وإحنا كنا عرضنا عليكو سوس أفريقا الحالة اللي فاتت إنها كانت خمسة وتمانية ودلوقتي ستة أشر يعني بيقولوا إن الحالات زادت بنسبة كبيرة جدا معاش تلتمية وحاجة ألف بالنسبة للزيادة في جنوب أفريقيا يعني ستة ألف حالة ده معدل كان طلع بشكل كبير جدا التوتال كيسز التوتال بالنسبة لنيو كيسز برضو زي ما انتوا شايفين تعدى النص مليون خمسمية وتلاتين ألف بالنسبة لحالات الوفيات الحالة اللي فاتت كانت تقريبا ستة ألف التوتال النهاردة خمسة تلاف وتمنمية يعني برضو في الرينج ده روسيا مازالت برضو أول دولة في حالات الوفيات الجديدة ألف ومتين حالة ومشي على الموضوع ده يوميا ألف ومتين وألف يعني تقريبا واخد من فترة ألف ومية وألف ومتين أمريكا ستة مية وخمسين حالة النهاردة وفاة أوكرانيا خمسمية وتمانية بولندا أربعمية وسبعين وألمانيا تلتمية تسعة وتسعين وبعدين المكسيك برضو كان طبعا الدول اللي قفلت بدري ممكن كانت تبقى في الأعداد دي لكن عموما قفلوا بدري بالنسبة لمصر السحة أعلنت أمس عن تسجيل 919 حالة إيجابية بصابة يعني و57 حالة وفاة ولغاية دلوقتي برضو مفيش كلام ده بالعكس كل الأخبار كده جاية حقيقة إعلان إن في حالة أوميكرا مش عارفة بحس إنه إنما خلاص كل العالم يعني مش هي يعني أوميكرا بدأ ينتشر دلوقتي في العالم كله وكل الدول بتتكلم إنه في حالات بدأ يتم رسدها فده مش يعني مش جريمة ولا سبة يعني خلاص المتحور كان من فترة على بال ما بدأوا يقفلوا برضو الصفر وكلام ده كله كان قريدي دخلت حالات في دول كتير بالنسبة للانتشار اللي تم الإعلان عنه والتقارير الصدرة من الصحة العالمية بيتكلموا بصراحة عن إنه لغاية دلوقتي إحنا كنا بنقول المواضيع هتاخد سبعين تلاتة فعلا منظمة الصحة بتقول ما فيش أي معلومات متوفرة كافية عن المتحور أوميكرون ولكن لغاية دلوقتي الإصابات هي اللي بتزيد لكن ما فيش حالات وفايات وبالتالي ده برضو مدي أمل كده إنه الأمر عبارة عن حالات وإصابات وانتشار وعدوى سريعة لكن الأعراض الشديدة أو إنه تصيب الرئة أو إنه يحصل مضاعفات تؤدي للوفاة لغاية دلوقتي ما فيش أي تقارير عن هذا الأمر برضو بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية كانوا بيقولوا إنه هيبقى فيه لجوء للمزيد لمزيد من الد يعني لجوء من مزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحور الجديد وإنه بعد ما يحصل الرصد ده والدراسة دي هيكون لدى منظمة الصحة مزيد من المعلومات بعد ما هيكون فيه مزيد من الإصابات ولكن لغاية دلوقتي بيطمنونا إنه ما فيش حكاية إنه توقع إنه تكون فيه أعداد وفيات تزيد بشكل كبير منظمة الصحة العالمية حذرت من أنه على جميع بلدان العالم الاستحداد لارتفاع مفاجئ في أعداد الإصابات المرتبطة المرتبطة بسلالة أوميكرون جديدة ومدير منطقة غرب المحيط الهادي كان قال إنه عدد الدول اللي هتواجه ارتفاع حاد في الإصابة بالأوميكرون يزداد بالتراد يعني هيزداد بشكل كبير فعشان كده بقول لكم يعني مصر بيش بعيدة فيش دولة بعيدة لأنه حتى لما دلتا انتشرت لأن هي الفكرة إنه إحنا كان ابتدى معنا اللي هو الكورونا اللي كانت سموه من سلالة أهان الأول بعد كده بدأت التحورات لقينا بيتا لقينا دلتا لقينا دلتا بلاس عندنا دلوقتي الأوميكرون والأوميكرون دلوقتي الفكرة إنه فيه طفارات كتير وبالتالي المؤكد إنه هتزيد الإصابات بشكل كبير المنظمة برضو قالت إن حذر السفر ممكن إنه هو يأخر وصول الفيروس لكن مش هيمنع التفشي لأن زي بقول لكم إحنا حذرنا السفر دلوقتي السلالة كانت موجودة من فترة فبالتالي هتبص تلاقي يعني إنه هيكون عندك وتبتدي تنتشر وتبتدي تلاقي إنه فيه حالات من أوميكرون بالرغم من موضوع حذر السفر هي كل الحكاية إن هي هتأخر بس شوية يعني برضو المنظمة الصحة العالمية بتقول لا توجد معلومات تشير إلى الحاجة إلى إحداث تغيير في النهج العالمي لمكافحة الوباء يعني كل الإجراءات اللي متاخد زي ما هي موضوع التباعد المسكات الحاجات اللي هي عاملينها برضو من الحاجات يعني اللي بيأكدوها النهاردة يمكن الأيام اللي فاتت كان لسه بيقولوا طب إحنا هنشوف اللقاحات ليها تأثير ملهج تأثير وبيشجعوا اللقاحات النهاردة بيقولوا أنه اللقاحات ممكن بشكل كبير جدا ما تكونش يعني يعني مش هتتأثر أو أو فعالية اللقاحات هتكون زي ما هي مع المتحور الجديد الأوميكرا دي برضو حاجة كويسة أنه إلى حد ما بيطمنوا الدنيا شوي بالنسبة لمكتشفة الأوميكرا كانت الحقيقة بتقول أنه الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد وأنه هناك فقدان للحركة القدرة على الحركة بيعتبر أبرز الأعراض الجديدة ولو أن برضو الأعراض لغاية دلوقتي يعني موضوع فقدان القدرة على الحركة ده يمكن إحنا حتى لما بنكون مصابين ببدور برد ولا حاجة بنبقى جسمنا مقصر مش قادرين نتحرك لكن المؤكد برضو دلوقتي أن الأعراض خفيفة كل اللي تكلموا عن أعراض المتحور الجديد ده قالك ما تقدرش تفرق ما بين الأعراض الأوميكرا عن أعراض دلتا عن أعراض كورونا الأوهان أو أي يعني هي هي تقريبا نفس الأعراض اللي كان برضو من الأول صعب أن أنت تفرقها عن الإنفلوانزا يعني إلا بشوية موضوع الشم والتزوك والكلام اللي زي كده فدكتورة قدزي بتتكلم برضو عن بعض الأمور الخاصة بهذا المتحور السريرية مجددا التي نراها أنه بمجرد حصول المرء على لقاح فهو قد يكون بوضع أفضل وكنت قد فحصت رجلا يبلغ من العمر 82 عام حصل على اللقاح وشخص عمره ثمانية سنوات وهناك أحصائيات أخرى لأشخاص في مطلع الستينية من العمر كلهم حصلوا على اللقاح وسبب ربطهم ومعظمهم حصلوا على اللقاحات بين شهر يوليو وأغسطس لكن عراضهم كانت خفيفة ومعظم المرضى الآخرين الذين أصيبوا كانوا غير ملقحين ولأننا نرى في هذه المرحلة عددا كبيرا من الشباب في الفئة العمرية التي تزيد عن 14 عاما فالأعراض كانت خفيفة لكن بالنسبة للأشخاص غير الملقحين فهم الذين يعانون من مشاكل في التحرك والانتقال في الفئة العمرية من 60 إلى 65 سنة أحدهم قد أرسل إلى المستشفى ومعظم ومعظم عمليات دخول إلى المستشفى كانت بالنسبة لهؤلاء البالغين وبالنسبة للرجال أكثر من النساء وكما قلت لكم كان لديهم مشاكل في عملية الحركة والانتقال لكن لا أرى أن هذا الأمر قد يصاب الشباب الذين حصلوا على اللقاحات لكن كما قلت غير الملقحين هم الأكثر وعرضة من خلال إجراء بحوثات على المناطق الجيوغرافية وكيفية الانتقال فحتى اللحظة يمكن طيب سم شفته طبعا ده كان تقرير مهم بتكلم فيه برضو عن الحالات اللي في جنوب أفريقيا وانها بدأت تزيد ونقطة مهمة جدا انه في حاجتين اللي هم أخدوا الجرعتين وما أخدوش الجرعة الثالثة في بعضهم أصيب وفي حتى واحدة في دينفر حالة في دينفر كانت نفس القصة وده بيأكد انه أهمية الجرعة الثالثة او الجرعة التعزيزية انه دلوقتي اكتشفوا انه الأجسام المضادة بتقل في خلال خمس شهور فبالتالي دي مهمة جدا لكن أكدت برضو انه أغلبية الإصابات كانوا اللي مش ملقحين طبعا وجنوب أفريقيا زي ما بفكركم كان 7% فقط اللي ملقحين باللقاحات بالجرعتين وده برضو بيأكد انه دول كتير بدأت تصارع دلوقتي علشان خاطر ان هي تدعم وتمد الجنوب أفريقيا والدول الفقيرة باللقاحات وما يبقاش بس اللقاحات حكرة على الدول الغنية أوميكرو تسبب في هلع عالمي الدول بدأت تسارع لاتخاذ اجراءات احترازية اللي كان منها طبعا موضوع يعني حظر السفر من وإلى جنوب أفريقيا ودول أفريقية أخرى ولكن دلوقتي كمان مثلا الولايات المتحدة الأمريكية للي جاي الأمريكا ياخد باله انه دلوقتي تحليل البي سي آر لازم يكون 24 ساعة فقط قبل كده كان حوالي بين حاجة وسبعين أو حاجة وتسعين مش فاكرة بالضبط كان كم ساعة لكن دلوقتي اللي هيدخل أمريكا لازم يكون تحليل البي سي آر ما عداش عليه 24 ساعة أرجاء العالم وعادت تصريحات المسؤولين لتذكرنا بأجواء بداية فيروس كورونا وبعد ظهور المتحور الجديد سادت حالة هلع عالمية دفعت الدول لفرض قواعد صارمة كخطوة استباقية لاحتواء الوباء فأرقام الإصابات والوفيات حتى الآن حقا مخيفة تأتي في المقدمة الولايات المتحدة حيث سجلت 782 حالة وفاة وأكثر من 48 مليون إصابة وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز من جهة أخرى سرعت وكالة الأدوية بالبحث عن حل سريع للحد من الانتشار فأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية عن إطلاق الاختبار المسرع للقاح المضاد لكورونا الخاص بالمختبر الفرنسي النمسوي فيما أجازت وكالة الأدوية البريطانية استخدام الجسم المضاد لكورونا الذي طورته شركة جلاسكو سميث كلاين مؤكدة أن العلاج فعال ضد المتحور أوميكرون في الوقت الذي تعمل منظمة الصحة العالمية على التنسيق بين عدد كبير من الباحثين في شتى أنحاء العالم من أجل التوصل إلى فهم أفضل لمتحور أوميكرون يبقى عدم وضوح ما إذا كان أوميكرون أشد فتكا ممن سبقه تبقى المخاوف كبيرة والالتزام بالإجراءات الوقائية زي ما تقل في التقرير أنه ما فيش جديد التزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي ولبس المسكات مرة تانية وأماكن كتير دلوقتي يبدو شدد على عدم الدخول إلا للملقحين وسائل العالمة أمريكية ومنذ الأمس وما بيتكلموا عن خمس حالات تم اكتشافها في ولاية نيويورك لمتحور أوميكرون وكان في برضو حالات في مينسوتا دينفر كولورادو قالوا أن كان في حالة كانت سيدة كانت ملقحة بالجرعتين وكانت عملت جولة في بعض الدول الإفريقية ولسه رجع من هناك لقوا أن هي مصابة وتم عزلها برضو في في كاليفورنيا كمان نعلن عن حالات جديدة حالات يعني أنه بدأ في حالات برضو من أوميكرون تعال متحور جديد الأوميكرون الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تجديد كهود السفر متعلقة بفيروس كورونا بعد اكتشاف حالات جديدة من متحور أوميكرون في البلاد فقد تقرر أن يخضع بداية هذا الأسبوع أو بداية من الأسبوع المقبل جميع المسافرين اللي حلم نتكلم يعني من الأسبوع اللي جاي على طول جميع المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمن فيهم الأمريكيون إلى اختبارات الإصابة بفيروس كورونا اللي هو البي سي أر 24 ساعة قبل الإقلاع بغض النظر عن تلاقي التلحقيح من عدمه وأيضا ليه لأنه زي ما قلنا الملقحين جرعتين برضو ممكن يصابه والأعراض برضو تبقى خفيفة وكل حاجة بس الفكرة أنه الإجراء ده علشان يحد من دخول السلالة دي وبالتالي يحد من أنه يكون في عداد كبير يصابه وقعداد كبيرة تصاب بها هيتم تمديد إجبارية ارتداء الكمامة في الطائرات والقاطرات والحافلات إلى منتصف مارس ده بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وغالبا للدول الأوروبية وكله عمل نفس الإجراءات يعني ما هيش بعيدة عن الموضوع رغم اللقاح والإجراءات الصارمة زي ما قلنا أوميكرو دخل مرحلة التفشي بسبب التحورات اللي هي معروفة أساسا التحورات دي معروفة جدا مع الفيروسات يعني علم الأوبئة كم بيقول أن كرونة يعني هيعود معنا سنتين تلاتة بنفس الوضع ده مع التحورات اللي هتكون شوية هل هي تحورات جديدة ما زال الدرب طويلا أمامنا وستكون هناك اختلافات بشأن ما ستتضمنه الاتفاقية ولكنكم أثبتتم القدرة على إمكانية التوصل إلى قرار وقاعدة مشتركين وفي اليابان وبعد اكتشاف حالتين مصابتين بالمتحور الجديد رغم حصولهما على جرعتين من اللقاح فرضت السلطات إجراءات حجر صارمة وحضر للسفر ما أدى إلى إرباك عام في استياق ذاته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غويتيريش إلى رفع قيود السفر للدول الأفريقية لأنها غير فعالة وفق وصفه مع وجود فيروس بلا حدود فأن قيود السفر التي تعزل أي دولة أو منطقة ليست غير عادلة وعقابية فحسب بل هي غير فعالة وفي موقف مشابه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيعلن اليوم إجراءات لمواجهة الوباء ليس من بينها الإغلاق من جانبه أكد ستيفن هاغ المدير التنفيذي لشركة موديرنا على أن الشركة قادرة على إنتاج جرعة معززة لمواجهة المتحور إذن هي نفس الحيرة والتخبط الذي عاشه العالم في بداية عام 2020 إلا أن الجديد هذه المرة تلك التطمينات المبكرة من منظمة الصحة العالمية وبعض الخبراء وبعض شركات الأدوية هالوقت فقط هو ما يحتاجه العلماء لفك رموز تلك السلالة الجديدة وعلى العالم لانتظار تضموا إلينا عبر انتونات من بريتوريا بجنوب أفريقيا دكتورة أمجلة كاكوت زي ما شايفين كل القنوات تقريبا مهتمة جدا بموضوع الأوميكرو هذه الأيام ونحن رجعين تقريبا يعني أو رجعنا زي بداية عام 2020 لما كانت طبعا بداية انتشار الجائحة وفيروس كورونا لكن احنا عرفنا حاجات كتير وفيه إجراءات تم أخذها وده اللي بيتمقن شوية نشرت صحيفة الفينانشل تايمز البريطانية تقرير ذكرت فين بريطانيا رصدت حالة إصابة بسلالة أوميكرو غير مرتبطة بالسفر ده معناه ايه؟ معناه ان كان فيه حد جاي أو يعني حد جاي بالسلالة ونقلها الحد تاني وتم اكتشاف حالة عدوة واحدة على الأقل الأوميكرو في إنجلترا والحكومة الإسكتلندية كانت بتقول أن فيه تسع حالات رصدت دون أن تكون مرتبطة يعني ما هيش مرتبطة بسفر بريطانيا أكدت رصد ما مجموعه 22 حالة أوميكرو وكمان كان هولندا قالت أن عدد من المصابين اللي ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة كانوا جماعهم ملقاحين هذا يعني أن لدى أوميكرو تفراته القدرة على التغلب على اللقاحات هنا برضو المختصين بيقولوا لأنه إحنا قلنا اللقاحات في خلال خمس شهور الأجسام المضادة بتقل وأنه أساسا اللقاحات وجودها مش معناه أنه مش هيتصاب أو اللي واخد اللقاحات مش معناه أنه مش هيصاب ولكن الأعراض هتبقى بسيطة جدا وده اللي تقال المحصنين كلهم أعراض خفيفة جدا ما فيش ولا حد من اللي جالهم من المحصنين هذه السلالة الجديدة الأوميكرو احتاج أن يدخل مستشفى لغاية دلوقتي كان فيه 14 راكب قاديمين من جنوب أفريقيا لهولندا ثبتت إصابتهم جميعا بسلالة أوميكرو وكانوا كلهم ملقحين داد فيروس كورونا شددت بلجيكا قيودها المتعلقة بفيروس كورونا الأسبوع الثالث على التوالي للتصدي الواحدة من أسوأ ارتفاع الإصابات بCOVID-19 في أوروبا ولكن برضو كله بيقول وحكاية القيود الصارمة والإغلاق التام والدنيا دي لا الدنيا زي ما بقول لكم الناس تعلمت وما فيش حد هيغلق إغلاق كامل يعني نهائي الهند سجلت أول إصابة بسلالة أوميكرو وبيقال برضو فيه مخاوف كتيرة علشان الهند طبعا عدد الحالات الأساسة اللي فيها كتيرة الوفيات اللي فيها وصلت أكتر من 200 ألف شخص وفي نفس الوقت برضو الهند عشان العدد الكبير من الناس هناك برضو بيكون طبعا التعداد السكاني يعني مشكلة كبيرة جدا السلالة الجديدة بقى بتستنسخ نفسها بشكل كبير وبتنتج أعداد كتيرة من التفارات اللي محدش يعرفها قبل كده وده على حسب كل المختصين والعلماء بالنسبة للعلماء الأوبئة أوميكرو وتفاراته لديه قدرة على التغلب على اللقاحات وهذا يعني إنه أشد فتكا وأكتر قدرة على التفشي السريع لكن البيانات اللي بيقولوها دي دلوقتي أبيانات أولية ولسه بيكملوا يعني هو التوقع يعني لكن عشان موضوع تحورات كتيرة دي لكن البعض برضو بيقول مش شرط ممكن جدا أو يعني الأمل إنه اللقاحات فعالة بالنسبة للعاصمة الهندية ديلي قررت اغلاق المدارس اعتبارا من النهاردة الجمعة بسبب استمرار معدلات التلوث وقال لك كمان إن الأمر ده ممكن يؤدي إلى إنه الحالات ما تنتشرش بشكل كبير بالنسبة للمتحور الأوميكرون يعني فربنا يسهد بالنسبة للإصابات اللي ارتفعت بشكل حد في جنوب أفريقيا زي ما شفنا في التشارت بتاع الأعداد 300 حالة يوميا والمعهد الوطن لأمراض المعدية في جنوب أفريقيا وبالتالي دلوقتي زي ما بقولوكو كده يعني الارتفاع احنا كنا من الكلام 5-6000 بالنسبة للمتحور النهاردة أنا قلت لكم 16 ألف حالة وبيعتقد أنه طبعا أوميكرون هي اللي سهمت بشكل كبير في الزيادة لكن من التقارير اللي شفناها تكلمنا عن جلاكسوس بتعمل علاج وبيقولوا إنه فعال ميرك وفايزر كانوا برضو مطلعين العلاجات وبتكلموا عن علاج بالأقراس وإنه ده هيكون إنه برضو الدراسات بتقولوا إنه فعال جدا ومستنين بس فايزر إنه ياخدوا موافقة إدارة الغذاء والدواء فده معناها إنه مع القلقة كله إحنا عندنا تطوير دلوقتي وسعي إنه بحصل تطوير بسرعة على طول في كل اللقاحات اللي بتتاخد زي التطوير اللي بيحصل كل سنة في اللقاحات الإنفلونزا عندنا علاجات تم اكتشافها وبالتالي عندنا برضو لقاح فرونساوي كنا علننا عنه الحلقة اللي فاتت ده بيدي لحضراتكم فكرة إنه لا يمكن يحصل زي بداية 2020 في بداية أزمة كورونا آه الأزمة ممكن تستمر معينا وإنه الوباء مستمر والتحورات مستمرة لأنه فيروس لكن عندنا علماء وعندنا أدوية وعندنا لقاحات بتتطور ودي طبعا حاجة ممتازة جدا جدا ومنتظرين إنه يحصل ترخيص لكل العقارات الجديدة اللي بيتم الإعلان عنها وبرضو كنا قلنا السعودية وقلنا الإمارات الحلقة اللي فاتت فخلاص الفكرة إنه ما اعتقدش إنه هنبتدي بقى كل شوية نسمع أن دولة دي لأ خلاص هي بأمر واقع هتبقى الدول كلها فيها المتحور الجديد دلوقتي وإنه الفكرة كلها إنه إحنا دلوقتي مستنين الدراسات اللي موجودة وبتتعامل في جنوب أفريقيا علشان نعرف خصائص أكتر عن هذا المتحور بالنسبة لألمانيا فرضت كهود صارمة على غير المتعامين وزي ما بيقولك وزي كنا المتعامين في خلال خمس ستة شهور بيصابوا لكن برضو الإصابات خفيفة فبالتالي دلوقتي أي حد غير متعام الحقيقة إنه مش هيدخلوا مرافق ثقافية ولا ترفيهية ولا ما تجر غير ضرورية وده في ألمانيا وبالمناسبة ألمانيا أنجيلا ميركل النهاردة كان فيه احتفالية لأنها خلاص كده انتهت ولايتها ودايما بتتعامل احتفالية في نهاية هي عدد 16 سنة مستشارة لألمانيا أوبك كمان موضوع النفط الحقيقة ويمكن كان فيه حتى ربط كبير جدا ما بين اللي حصل للأيام اللي فاتت في أسعار الغاز والنفط بسبب جائحة كورونا احنا كان عندنا موضوع الانتاج والقصة وأمريكا أخدت من الاحتياطي ودول تانية بدأت تاخد من الاحتياطي المخزون الاحتياطي ولكن الوضع كله تغير مع ظهور اميكرا اجتمع وزراء الطاقة في منظمة ابيك بلاس لتحديد الإجراءات الخاصة بسياسة امدادات النفط في الأسواق السعودية وروسيا اللي هم أكبر المنتجين في منظمة ابيك بلاس قالوا ان ما فيش حاجة حاليا ردود فعل غير محسوبة لتعديل سياسة الانتاج الاجتماع ده بالغ الأهمية عقب انخفاض كبير بأسعار النفط بسبب المخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لأميكرا ابيك بلاس تتفق على المضي قدما في زيادة انتاجها النفطي المخطط له في شهر يناير بمقدار 400 ألف برميل يوميا وبالتالي ودلوقتي كان بيقال برضو ممكن حكاية انه يتم ياخد يتاخد من الاحتياطي الاستراتيجي ممكن برضو تتغير في مصر الوضع برضو انه بفكركم انه برضو كده كل المؤسسات والهيئات الحكومية قالت محدش هيدخل غير الملقحين فلازم الناس كلها تكون واخدبالها لكن اللي حصل النهاردة كان فيه زحام بين المحامين على بوابات عدد من المحاكم مع تطبيق قرار منع دخول غير المتعامين بكل قاح كورونا يا جماعة خلاص بأمر واقع موضوع اللي مش متعامين مش هيدخلوا اماكن كتير جدا حاولوا تاخدوا اللقاحات على الفكرة كان فيه طوابير في أوروبة في اماكن كتير اوي الايام اللي فاتت عشان اخذ اللقاحات فيه تشجيع ان الجرعة الثالثة تبتدي تتاخد فيه حاجات كتير وفيه دول بتحاول تدي برضو هدايا وتشجيعات كتير بجانب المنع يعني والقيود وانه يعني امور كتيرة صعبة لغير المتعامين لكن على الجانب الاخر بيحاولوا يشجعوا الناس ان هي تاخد اللقاحات بنصلي انه ربنا يحمينا جميعا لكن نستمر برضو في الاجراءات الوقائية من هذا الوباء اللي معلش مستمر معنا شوية ولكن مش عايزين نقلق زيه زي فيروس الانفلونزا دلوقتي منفضلك وخلينا نبقى حطين في بالنا كده هنتعايش معاه نحاول نعمل المطلوب والمعلماء والشركات بيطوروا اللقاحات وادوية ودي حاجة يعني جميلة بنشكر ربنا عليها الجو اخباره ايه الجو صعب جدا والدنيا برد وفيه انخفاض في درجات الحرارة وامطار على السواحل وخصوصا في الاسكندرية طبعا في مصر ودول تانية حول العالم برضو بتشهد سلوج وفايدانات وكل ده الحقيقة انه اللي حصل في اسكندرية هذي الايام بيقولوا عليه سونامي الاسكندرية نوة قاسم تضرب نادي المهندسين بمنطقة سبباشة بالاسكندرية الفيديو ده زي ما انتو شايفين بصوا الكراسي والدنيا ارتفعت الامواج بنسبة عالية جدا اكتر من خمسة امتار وسرعة الرياح وصلت لخمسة وستين كيلو متر محافظة محافظة الاسكندرية نزل في جولة تفقدية بطول الكورنيش ومتابعة تمركزات سيارات تصريف المياه لكن بصوا الميا حتى العربية تحركت لكن هل العربيات اللي بتحاول برضو ان هي تشيل الميا ودي نوات بتحصل طبيعي يا جماعة يعني لكن يمكن السنة دي برضو الدنيا اكتر شوية بدأوا يستعينوا باستواتر رملية زي ما انتو شايفين على شواطئ رأس البر وشواطئ كتيرة برضو في الاسكندرية ورأس البر في دميات بعد ارتفاع من سوب مياه البحر كان عندنا برضو فايدانات في جنوب السويد والفايدانات كانت بسبب العاصفة السلجية وزي ما انتو شايفين واحنا كنا عرضنا برضو احدى الدول الحلقة اللي فاتت تلكات المياه مغطيها تماما فايدانات شديدة ايضا في اندونيسيا وبالتالي الجو دلوقتي في كل دول العالم شديد البرودة المناطق اللي فيها تلج كان سوتي روسية برضو فيها عاصف تلجية كبيرة الطيران بيتوقف بسبب الاجواء دي وده كله طبعا هنقول بسرعة اهم الاخبار المتدولة في مصر توفى نجم الاسماعيلي السابق أدهم ألس الاحضار وهو مدير فني لفريق المجد السكندري توفى عن عمر 53 عام وتوفى اسر تعرضه لازم قلبية مفاجأة داخل الملعب بعد فرحته بهدف فريق وده اللي بيقولوا ان من الفرحة بهدف الفريق في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة امس الخميس حيث فاز المجد السكندري على نظيره الزرقة بهدف دون رد وجي عن طريق محمد عصام في الديال اخيرة من عمر المباراة خلال احتفال اللاعبين والجهاز الفني للمجد سقط أدهم السلح دور على الارض حتى الموزيع ما كانش عارف فاكر لاعب بيقول اللاعب اللي سقط مخشي عليه وفي الاخر اتضح انه اللي أخشي عليه ده كان نجم الاسماعيلي السابق والمدير الفني لفريق المجد أدهم السلح دور توفى عن عمر 53 عام بنعز كل أسرته مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لكن مفيش اهتمام كبير قوي بموضوع الفساتين زي الجونة والكلام ده ولكن الحقيقة الجميل في المهرجان واللي قلقت عليه الدوق قناة الحرة انه الأفلام بتتحدث المشاركة في المهرجان بتتحدث عن كفاح المرأة والعنف والطائفية اللي بتتعرض لها في المجتمعات وايضا عن التضحيات اللي بتقدمها المرأة من أجل من تحب فدي الحقيقة كانت حاجة مهمة جدا انه قضايا المرأة وهمومها وأحلامها حزيت بنصيب أوفر أو بنصيب وافر في عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السنية والأربعين وتصدرت البطولات النسائية الكثير من أفلامه أفلام اللي كانت كان في حظر تجول تجليات الحب ستورة أندين أفلام كتيرة رومانسية لأجل غير مسمى دي كلها كانت أفلام في هذا المهرجان يعني والمهرجانات دي بتبقى فعلا على فكرة فيها حاجات حلوة كتير غير موضوع الفساتين يعني والظهور والريد كاربت وظهور الفنانات على الريد كاربت بأني شكل وأني أوتفت بالنسبة لمحمد صلاح وزوجته ميجي اللي تسلمت الجايزة الحقيقة كان فيه القاء الدوق على أنه ميجي فقدت وزنها بشكل كبير جدا وأنها اشتغلت على نفسها حلوة قوي في الفترة اللي فاتت وبدأ ناس كتير برضو يشيدوا بهذا الأمر ومنهم كان متخصص موضوع التخصيص والكلام ده اسمه مينة سمير كان كتب وقال أن أنا فخور أني كنت جزء من أول الرحلة لأم مكة زوجة فخر العرب مبروك لفخر العرب محمد صلاح على جائزة القدم الزهبية وده برضو حاجة جميلة أنها تشجع الكل أنه يهتموا بأنه يشتغلوا على نفسهم ويكون فيه تحدي لموضوع الرشاقة اليومين اللي فاتوا في مصر كان شايماء ارجعي وأغنية شايماء والغريب أن أنا لقيت قنوات اهتمت طبعا بأنه استضافه المغني الولد يعني اللي كان بيغني الأغنية دي اسمه يوسف سستة ما عرفش بقى هاني هاني شاكر هيكون موقفه قوي من يوسف سستة لكن الحقيقة أنه كان هو بيوجه رسالة إلى هاني شاكر وأنه عايز ينضم لنقابة الموسيقيين الأغنية الحقيقة أنه هو كان يعني أغنية هو مؤدي مهرجانات كانت حديث منصات التواصل الاجتماعي فين شايماء فين شايماء وكان قاعد يسأل على شايماء وفي الآخر شايماء طلعت بطة يعني ما علينا لكن الحقيقة كانت أخذت يعني اهتمام كبير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي وكمان بعض التوكشوز اللي في المحطات المصرية خبر الساعة النهاردة وزير الإعلام اللبناني جورج كرداحي أعلن استقلته رسميا طيب إيه ده ده كان في موقف صارم ومنش هيستقيل والأمور اللي في السعودية والأزمة الخليجية والسعودية مع لبنان دي مش أزمة جديدة بسبب أن حزب الله هو جزء من الحكومة اللبنانية طيب إيه اللي يخلى جورج كرداحي يستقيل دلوقتي جورج كرداحي استقال عشان رئيس الفرنسي بيقوم بجولة في دول الخليج والمفروض أنه هو هيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فاقترحه أنه يحصل الاستقالة علشان دي تكون مدخل يقدر يتكلم فيه بالنسبة للأزمة دي ويحاول يساعد لبنان في الحالة الاقتصادية التعبانة جدا نحن اليوم أمام تطورات جديدة الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون ذاهب إلى السعودية بزيارة رسمية وقد فهمت من السيد رئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي الذي قابلته قبل ثلاثة أيام بناء على طلبه فهمت بأن الفرنسيين يرغبون في أن تكون هناك استقالة لتسبق زيارة الرئيس مكرون إلى الرياض وتساعد ربما على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان ومستقبض العلاقات اللبنانية زي ما تشايفين لأنه أعلامي طبعا أنه أعلامي مخادرة معامل مؤتمر صحفي وأعلن فيه موضوع الاستقالة وأنها جد بالشكل إزاي وأنه هو بيتمنى أنه ترجع الأمور وأنه مصلحة لبنان فوق أي مصلحة وفوق أي منصب واعتبر القرداحي أن الحملة اللي شنت عليه إسر المقابلة اللي بست بعد ثلاث أشهر من تسجيلها يا حملة مسعورة تضمنت الكثير من التطاول عليه وعلى عائلته وكان قال برضو أن حرب اليمن هتخلص هتخلص ويمكن مع الوقت تفتكروا أنه فيه واحد لبناني كانت تكلم عن حرب لبنان أنها كانت حرب اليمن عفوا أنها كانت حرب صعبة الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرام بيأمل أن يكون هناك تقدم بشأن الأزمة اللبنانية مع دول الخليج وهو بدأ بالفعل جولته وقال أن هو هيمزل قصارى جهده لإعادة إشراق مناطق الخليج من أجل لبنان وأنه بيتمنى أن هذا يحصل في الفترة اللي جاية استقبل الشيخ محمد بن زايد النهيان وليعهد أبو ظبيا اليوم الجمعة رئيس الفرنسي إيمانويل مكرام اللي بيقوم بزيارة عمل إلى الإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي وعلى هامش زيارة مكرام للإمارات وقعت أبو ظبيا وباريس صفقة لشراء 80 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز رافال و12 مروحية من طراز كراكال في صفقة تصل قيمتها ل 17 مليار يورو والسؤال اللي بيتروح نفسه اللي شغل قنوات كتيرة جدا هي ليه كم الأسلحة دي وليه التطور ده كله اللي بتعمله الإمارات وبتعمله ليه ده هي لسه طب هي دلوقتي مثلا عملت تطبيع مع إسرائيل وبتحاول تعمل تطبيع مع إيران طب هي قال أنا من إيه وليه التسليح ده كله عموما دي صفقات طبعا في صالح ماكران اللي هو طبعا هيدخل في الانتخابات قريبا بعد شراء سلاح سري دقيق إسرائيل بتدعو الوقف المفاوضات النووية وتلوح بدرب إيران لتعطيل برنامجها النووي على فكرة المفاوضات الإيرانية دلوقتي المفاوضات بالنسبة للنووي الإيراني مع أمريكا في ظل تخصيب اليورانيوم بأجهزة حديثة واضح أنه مش ماشي كويس وبالتالي إسرائيل بتقول أن ما فيش داعي لاستمرار هذه المفاوضات وأن إحنا مستعدين لضرب إيران وهنشوف إدارة جو بايدن الحقيقة بتحذر إسرائيل من تنفيذ هجمات على إيران وعايزاهم يستنوا لغاية ما المفاوضات فيينا لازم إعطاء مفاوضات فيينا الفرصة المطلوبة مع الطرف الإيراني مع أن الطرف الإيراني بالمفاوضين الجداد دخلين بأمور كان تم منقشتها في المفاوضات في الجولة اللي فاتت لكن هما بيطرحوها من تاني وده كله بيقولوا أن الوقت مش في صالحهم فيه أزمة على الحدود الأوكرانية أزمة روسية أوكرانية والأزمة دي ممكن برضو تغير الدنيا شوية والمفروض أنه بيحذروا من الموضوع ده بالنسبة للعاصمة الأردنية كان فيه تظاهرات ضد الاتفاقية أنا بس عايز أقول مقتل ثلاث طلاب وإصابة آخرين في حادث اطلاق نارهما بيقوا أربع طلاب على فكرة في مدرسة بولاية ميتشيجن الأمريكية اسمها أكسفورد ده كان حادث صعب جدا الولد مقبود عليه وبيتم محاكمته كبالغ هو عنده 15 سنة وهيتم توجيه تهم كمان لوالده ووالدته وكل ده علشان يتم منع الطلاب أن هما يكون معهم أسلحة لأن السلاح ده كان سلاح والده وهو استعان به وراح درب اطلق نار في المدرسة وتوفى أربعة والمصابين منهم حالتهم صعبة ربنا يكون مع أسر كل اللي بيحصل ده بالنسبة لحالات إطلاق النار وبشكركم على متابعتنا وإن شاء الله يكون معانا المزيد من الأحداث ومرها الأحداث لسبوع القادم انتظرونا إلى اللقاء اشتركوا في القناة